مر على الكرة الجزائرية الكثير من المهاجمين المتألقين الذين لعبوا في مختلف الدوريات الأوروبية منذ القديم، لكن القليل منهم تمكن من الظفر بجائزة هداف الموسم في أحد دوريات الدرجة الأولى، وبالتحديد ثلاثة لاعبين فقط. أنهى المرحوم أحمد وجاني موسم ثلاثة وستين أربعة وستين، هدافاً للدوري الفرنسي بحصيلة ثلاثين هدفاً مع نادي لونس، وهي حتى اليوم أفضل حصيلة للاعب جزائري خلال موسم واحد عبر تاريخ الدوريات الأوروبية. ورغم مرور لاعبين كبار على الدوري الفرنسي، على غرار رشيد مخلوفي أو مصطفى دحلب وغيرهم، إلا أن وجاني يبقى الجزائري الوحيد الذي أنهى الموسم هدافاً. ترك رفيق جبور بصمته بشكل واضح في اليونان خلال السنوات التي لعب فيها هناك، كما تمكن من الظفر بجائزة هداف الموسم في مناسبة وحيدة، حيث حدث ذلك خلال موسم الفين واثنى عشر الفين وثلاثة عشر، والذي سجل فيه عشرين هدفاً، ساهم من خلالها في تتويج ناديه أوليمبياكوس باللقب آنذاك. قبل رحيل العرب هلال سوداني عن كرواتيا، توج مواسمه الناجحة هناك بجائزة الهداف حين سجل سبعة عشر هدفاً، وهو ما حدث خلال موسم الفين وسبعة عشر الفين وثمانية عشر، والذي كان الموسم الأخير لابن مدينة الشلف مع دينامو زغرب. اشتركوا في القناة